اشتركوا في القناة في منطقة كفر غطاطي في آخر خصل التابعة لمحافظة الجيزة طبعا مشاهدين منطقة كفر غطاطي شهدت جريمة قتل بشعة حيث أقدم عامل خردة يدعى عبد المولى عبد المولى بكري على قتل زوجته بسلح أبيض سكين وعصابها بقطع جرحي في منطقة الرقبة وطبعا أنهى حياتها وكمان أقدم على قتل ابنته الصغرى وتدعى جانا عبد المولى عمرها 11 سنة وكمان أصاب أربع تلاتة من بناته في المنطقة طبعا كلهم جميعون مصابين بقطع جرح في منطقة الرقبة والبنات الثلاثة أصيبوا وتم نقلهم ليه مستشفى الهرم بينما الزوجة والابنة الصغرى جانا يعني لقلوا مصرعهم على يد الأب المتهمة طبعا البداية كانت بتلقي إلى جهزة الأمنية بالجهزة بلاغا بوجود جريمة قتل حيث زبح زوجته وأبنائه الأربعة واستحالة طبعا من الهلع وتم العصور على الجسد واستبركة من الدماء طبعا تحريات رجال المباحث أفادت أن المتهم هو رب الأسرة ويدعى عبد المولى بكري عامل خردة وكان قد خرج من السجن حديثا وطبعا بعد بسبب نشوب خلاف ما بينه وما بين زوجته أقدم على قتلها أمام بناته الأربعة وطبعا كمان أصاب ثلاثة من بناته وفتل الإبنة الرابعة طبعا الضحايا الزوجة تدعى رانيا حسن عبد المقصود عمرها أربعين سنة رب تنزل والابنة المتوفية تدعى جنة عبد المولى عمرها 11 سنة بينما البنات الآخرين المصابين واللي هم دلوقتي داخل مستشفى الهرم أسمعهم ملك عبد المولى عمرها 18 سنة ومن عبد المولى عمرها 15 سنة وساجدة عبد المولى عمرها 8 سنوات المصابين كلهم مصابين بجروح قطعية في منطقة الرقبة وهي تم ناكلهم لمستشفى الهرم في حالة حرجة وهي طبعا رجال المباحث بتكون بعمل التحريات الكاملة بالوقوف على منافسات الجريمة والاستماع لشهود العيان في منطقة كفر غطاطي بمنطقة الفيصل التابعة لمحافظة الجيزة كمان النيابة العامة أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للبنات الثلاثة النصابين وفور تحكم حالتهم الصحية يكونوا طبعا سؤالهم عن ملابسات الواقعة ولكن البنات حاليا في حالة حرجة بسبب الإصابات وهي البروح القطعية اللي في منطقة الرقبة طبعا المتهم وهو القبض المتهم النهاردة النيابة العامة أمرت بحبسه أربعة أيام على زمة التحقات وزي ما قلنا حضراتكم مزالة رجال المباحث بتجرى تحريتها حول ملابسات الواقع للوقوف على سبب الخلاف ما بين الزوج والزوجة واللي خلى طبعا الزوج أقدم على قتل زوجته وإصابة ابنته الصغرى وقتل زوجته وابنته الصغرى وإصابة بناته الثلاثة الأخرين طبعا إحنا يعني هننتقل إلى منطقة كفر غطاطي في مكان الواقع هنسأل طبعا شهود العيان وأنعرف حضراتكم على تفاصيل الجريمة البشعة اللي شهادتها منطقة كفر غطاطي بمحافظة الجيزة مشاهدينا زي ما قلنا لحضراتكم أن النيابة العامة عملت بحفظ الزوج المتهم بقتل زوجته وإصابة ابنته وقتل زوجته وإصابة ثلاثة من أبنائه طبعا إحنا بنعتذر لحضراتكم بسبب اتفاع حرارة الجو كمان النيابة العامة عمرت بانتداب الصفة التشرحية للجسدين اللي هي الزوجة والابنة لبيان سبب الوفاة وطبعا جميعا حضراتكم نيأس طلبة الاستعلام عن الحالة الصفحية للبنات المصابين عشان الوقوف على ملابسات الجريمة نشكو حضراتكم جميعا متابعين على موقع الجريدة أهل مصر ترجمة نانسي قنقر